يحتفل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة السادسة من تخصص الطاقة النظيفة في درجتي الماجستير والدكتوراه هذا الشهر والمعهد الذي يستقطب طلاب وعلماء من جميع أنحاء العالم يهدف لتطوين البحث العلمي في تحلية المياه وخفض الطاقة في العديد من المجالات وغيرها من الابتكارات والبحوث التي يعملوا عليها ومعهد مصدر هو جامعة مستقلة للدراسات العليا تعنى بالأبحاث والبرامج وتركز على تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة وتؤسس بالتعاون مع معهد ماستشوسيتس للتكنولوجيا ويعمل على دمج الجانب النظري مع التطبيق العملي لتعزيز ثقافة الابتكار ونشر روح الريادة وتخريج مفكرين ناقدين وقادة للمستقبل معنا في الستوديو اللحائزين على ماجستير في الأنظمة والإدارة الهندسية حمد الأنصاري ومريم المزروعي حمد مريم صباح الخير صباح النور مبروك درجة الماجستير بالبداية شكرا الله يبارك تسمحنا نبدأ مع مريم شكرا مريم بالبداية حدثيني عن التجربة السابقة هدف الدخول هذا التخصص ومستقبلك كيف تنظرينه الآن التجربة في معهد مصدر كانت من أهم التجارة في حياتي لخطة في حياتي لأن البيئة في معهد مصدر تتيح لنا الفرصة أن نحن نتواصل ونتبادل ثقافات مع مختلف الجنسيات البيئة اللي نحن محيطين فيها كطلاب بيئة تساعدنا على الابتكار والإبداع وهالشي اللي نحن يحفزنا أن نحن نبدل أفضل معهدنا للوصول للنتاج المرجوع بعد حصولي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في جامعة الإمارات العربية المتحدة التحقت بمعهد مصدر لدراسة الماجستير في هندسة وإدارة النظام المعهد يتيح للطلاب فرص فريدة من نوعها خلال دراستي سافرت لولاية المتحدة الأمريكية بالتحديد لولاية بوستن للتعرف على آخر البحوث والتكنولوجيا المتطورة طبعا بعثة من المعهد بعثة من المعهد نعم أيضا فخورا أن المعهد أتاح للفرصة لأنه يكون ضمن الوفد الرسمي بمثل الدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر باريس للمناخ كوب 21 وكذلك كانت لمشاركة خلال فعاليات بضبي الاستدامة مع وزير التغير المناخي والبيئة معالي الدكتور ثاني زيودي ناقشنا فيها كيف أنه ممكن أن نفعل ونعزز استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية بضبي 20-30 صحيح أن هناك فرص عديدة في معهد مصدر ولكن هل وجهتكم وجهة سعيل إلى حمد؟ أي تحديات خلال العامين الدراسيين الماضيين؟ طبعا واجهتنا بعض الصعوبات لأننا نعمل التسيس أو الدراسة بالإضافة إلى الحصص أو الكلاسات التي نأخذها وفي نفس الوقت عندنا مشاريع نشتغل عليها فكان هو شوي صعب التنظيم بين هذه الأمور بس مع تنظيم الوقت الإنسان يستطيع فعل المستحيل مثل ما يقولون حقيقة وتجربتك كمان هل مررت بنفس المراحل التي مرت فيها مريم أيضا نعم تقريبا في أثر بروغرامز أو برامج أخرى كانت مثل سفرة اليابان التي هي مثل إنترشيب تستطيع أن تعملها في اليابان كانت مفيدة جدا من الإضافة إلى بوستن التي هي مثل إنترشيب طبعا في أم اي تي يعني في شركات متعددة لما أحد مصدر كثيرة مع العالم والعالم العربي نعم نعم ويعتمد على رغباتك أو ميولك في البحث الذي أنت تعمله ومصدر يحاولون شيء يفعلون أن يرسلونك أو يطرشونك إلى أقرب اندستري أو شركة أنت تميل لها وتستطيع البحث والعمل معهم طبعا مريم اليوم معهد مصدر لربما قد يكون المعهد الوحيد الذي يختص بالطاقة المتجددة والمستدامة وكما ذكرنا بتخريج جيل قيادة ما الذي يميز اليوم خريجي معهد مصدر عن غيرهم طبعا نحن في معهد مصدر بحثة نقوم فيها التهتام بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وهذه من أهم الأمور التي تواجه العالم وندرس التحديات والصعوبات التي تواجه البيئة وكيف أنه ممكن أن نحن نوجد الحلوة للمناسبة لها نحن كخريجي من معهد مصدر أقدر أقول بعد دراستي في معهد مصدر أننا اليوم أكثر ثقة ونؤمن بقدراتنا أكثر أننا ممكن أن نكون ضمن قادة المستقبل وقادرين على إحداث فروق ليس فقط في دولة إمارات العربية والمتحدة في العالم العربي والعالم بشكل عام ما الفرق حمد الذي قد يقوم أو يسبو إليه أو يسعى إليه خريج معهد مصدر نفس السؤال لك طبعا الطاقة المتجددة والغرين كوميونيتي بشكل عام شيء جديد على العالم فنحن من أوائل الناس الذين حظوا بهذه الشهادة فأتوقع أن نستطيع أن نقود العالم أو الإمارات في هذا المجال بإذن الله وطبعا شيء معروف عن طلبة معهد مصدر أن من يتخرجون ما شاء الله يحصلون أتليست ثري أو فور أوفرز اللي هي الشركات تكلمهم أرود عمل نعم يحتاجون وظائف يحتاجون كل شيء جاهز ما شاء الله اليوم نلاحظ أن العالم كله تتجه أنظاره على التغير المناخي والطاقة المتجددة والاستدامة كيف ستنخرطون اليوم في هذا المشروع الجديد خاصة بعد اتفاقية باريس التاريخية التي جرت هذا العام يعني هناك كثير من التوقعات والكثير من المشاريع التي يمكن أن تكون مطروحة كيف سيكون أيضا مشروعكم للانخراط خلال الأعوام المقبلة أول مشروع بدينا فيه هو المشروع للرسالة التي اشتغلنا فيها في الجامعة فبالتالي كل واحد شاف ميولة وين وبعد ذلك يقدر يلتحق مثلا بالوزارة أو بالشركة اللي نحن في الإمارات طبعا ما بدينا بالاستدامة فنحن حاليا نحاول أن نحول الدولة إلى دولة مستدامة بشكل عام ففي بعض الهيئات بدأوا بالإنستركشنز أو بالقوانين مثلا على المباني وعلى الطرقات مثلا فنحن نحاول ندخل ونطور هذه الأمور حتى تصبح شيء طبيعي فأنت يعني ما يكون شيء غريب أن هذه المنطقة مستدامة مثل مصدر سيتي أو مدينة مصدر بل الإمارات أو بطبيق بشكل عام تنظرين إلى الأمور بنفس الطريقة مريم لأنه بالفعل لا تستطيع إحساس ذلك بالإمارات ولكنه هو الأساس المبني عليه كل شيء يعني بالفعل هي القائدة والرائدة في المنطقة أكيد وافق زميلي حمد ونحن بعد إهمنا في معهد مصدر أن ننطور من مجال الطاقة بحيث أن يكون مجال نظيف وسليم أن نحافظ على الأرض والموارد الطبيعية في الأرض للأجيال القادمة تسمحيلي نحن جميعا زرنا مصدر ومعهد مصدر ولم نتحدث عنه كثيرا لربما الآن بالفعل هو تحفة فنية وهو أكثر المكان نظافة بالعالم إذا ما أسندنا إليه مصدر الطاقة الرئيسية ليس كذلك مريم وطبعا نحن المشاريع التي نقوم فيها أيضا تحتم بالبيئة إذا تسمحوا لي أن أتكلم عن مشروعي هذا السؤال الذي تودهتي المهم أنا ألتقد ثاني أكسيد الكربون من محطات توريد الكهرباء والمصانع وننقلها من خلال خطوط نقل إلى حقول النفط لاستخدامه بدل من الغاز الطبيعي في تعزيز استخراج النفط من الحقول يعني طاقة بديلة طاقة بديلة نحن من خلال تطبيق هذا المشروع سننسم فيه انخفاض مبعاثات ثاني أسيد الكربون في البيئة وكذلك سننسم فيه زيادة إنتاج ومخزون النفط والغاز الطبيعي للدولة حمد سؤالي إليك لماذا اخترت هذا الاختصاص بالتحديد وهل تنصح الشباب والخريجين خريجي المدارس للالتحاق أيضا بمعهد مصدر ماذا تنصحهم؟ أولا أكيد أنصح طلبة بدخول في شهادة الماجستير في معهد مصدر أتوقع شي جميل أنك تبدأ حياتك العملية وانت فاهم بالضبط شو رح تعمل أو شو بتسوي أنا اخترت هذا المجال لأنه مثل ما قلت شي جديد الدولة عندها رؤية أبوظبي عندهم رؤية 2030-2030 اللي هي في سنة 2030 اللي هي السيدانابلتي أو السدامة فنحن حابين نكون من أوائل الناس اللي تسعى وتقدم الخير لهذه الدولة طبعا أنا بحثي كان شوية مختلف عن مريم أنا بحثي يحاول يخفض الاستهلاك في المباني وعادة الاستهلاك التخفيض يكون بتطوير التقنيات مثلا المكيف أو الليت والمواد الأولية التي يتم استخدامها في ال... نعم أما أنا فبحثي شوية يختلف فأنا أفهم تحركات أو تصرفات الإنسان في المبنى كي أخفض الاستهلاك فهذا مجال جديد شميل نتمنى لكم التوفيق طبعا ونشكركم على مشاركتكم معنا في هذا المقابلة نشكرا لك شكرا لك حمد الأنصاري وشكرا لك مريم المزروعي حائزين على ماجستير في الأنظمة والإدارة الهندسية من معهد مصدر شكرا